كيف كان قيل إنّ أكرم الناس عند العرب قديما قيس بن عبادة تسأله قالوا لما منّ أكرم العرب إيا قيس قال في أكرم منك؟ يسألوني يقولون إنّ في أكرم منك aquí نعم في قالوا في أكرم منك يعني فيه رجل قيس بن؟ قيس بن عبادة قلوا فيه يا قيس أكرم منك؟ قال نعم يقول يوم اللي ايام نزلنا على امرأة بدوية يقولوا جلسنا في البادية وجه زوجها وكرمهم وذبح لهم ناقة ترى الناقة يا ابو شوق في ذاك الوقت شيء كبير ذاك الوقت ترى لا في صرفات ولا في فلوس ولا في سوق تروح تشتري منه ناقة وخلاص مع انها الان بعد اللي البح لناقة في شيء كبير لكن ذاك الوقت شيء عظيم يقول الرجال ببح لنا ناقة ذاك الليل والليلة اللي بعدها جلسوا عنده يومين الليلة اللي بعدها ببح لهم ناقة ثانية قالوا حنى الى الان ما خلصنا ولا اكلنا لحم اللي البارح عند ذبحتها فالان انت بح لنا وحدة جديدة بنكلف عليك انت ذبح لنا بعد اليوم وهمس ذبح لنا باقي ما خلصنا لحم اللي يمس فقال انتم ضيوف وانا من باب الكرام الضيف لازم نذبح لكم كان مهم موجود فقالوا لزوجته يعني تطيب خاطر هذه مية درهم اذا جاه زوجك تعدى ريه لنا من القصور اللي حصل منا لو حصل قصور او شيء المهم تسمحه لنا خاطره بهال مية درهم ومشى هو اللي معه مشى يقول يوم مشينا شوي في الطريق خدنا وقت الا جاينا فارس من بعيد من هناك جايهم فارس يعني يركض بالخيل فيقول وقفوا وقفوا ولا طعنتكم بالرمح ما يدرون مش سالفة الفارس معزبهم الا هم معزبهم اللي يلبان ايه اتعال اكيد ايه زعلان اكيد من المية درهم زعلان من المية درهم انا ما بعد سمعتها يا عبدالعزيز بس اكيد واضحة واضح فقال تعطوني قيمة قرائي يعني هذه كبيرة انا اقرأ الضيف وتعطوني لي قرائي للضيف مقابل خذوا فلوسكم قالوا لا يعني انت كرمتها لا وانت ما قصرت وانت كذا قالت اخذونها ولا طعنتكم برمحي زعلات يعني الرجال وصل حدا انا الحين اكرمكم وضيفكم لان كانت من الامور الصفات الحميدة عند العرب كانت امور مقدسة ترى من قبل الاسلام بكلام الضيف وكانوا يتسابقون العرب فيها قال خذوا فلوسكم ولا طعنتكم برمحي يقول فاخذنا دراهمنا ومشينا وكان هذا الرجل اكرم مني يقولها من يقولها قيس ابن عبادة كان كريم في زمانه معروف بالكرم من الاشياء اللي انا اشهد انها كريم كريم كل يوم يذبح ناقة في ذاك الوقت والوقت كان يعني ما هم زي الحين كانوا الناس في فقر وفي حاجة هذا الكرم الصدق هذا الكرم الصحيح